السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعده فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس أو سلسلة دروس السابقون ربنا يجمعنا وإياكم على خير والليلة اللي فاتت كانت ليلة 27 وأتمنى وأسأل الله عز وجل أنها تكون ليلة القدر وزي ما قلنا ليلة القدر ما هيش سبتة في ليلة 27 بالذات لكن هي أكثر ما تكون في ليلة 27 لكن هي تتحرك ما بين الليالي الوترية فربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار النهاردة الحلقة رقم 27 والشهر جري وإيام جريت وربنا يجمعنا كل سنة على الخير ونذكر بعض بالله عشان مش هننسى الأعداد الجميلة ديت يوم ربنا يكرمنا إن شاء الله وأماننا كبير في الله وعندنا حصة ظن بالله أن ربنا يقبل عبادتنا ويقبل دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى وإحنا على يقين طبعا مش حدش يخش الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله كما ثبت في الصحيحين قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة لكن زي ما قلت يا جماعة أن من أراد المنزلة العليا في الجنة فلابد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم وفي العمل بهذا العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في الدعوة إليه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليهم الدعوة إلى الله جماعة هي وظيفة الأنبياء ومن تبعهم ومن تبعهم من ورثة الأنبياء لهم الذين قال عنهم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دنارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ولذلك كان الموقف جميل جدا من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه إنه في يوم الأيام بعد وفاة النبع السلام دخل السوق فوجد التجار مشغولين جدا بقى بالبايع والشراء فقال سبحان الله أنتم تنشغلون بالدنيا والبايع والشراء وتتركون ميراثا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الآن في المسجد فقال لهم أيها الميراث يتقسم دلوقتي بتاع النبع السلام في المسجد فكلهم جيروا سابوا الحوانية الدكاكين بدايتهم وجيروا على المسجد أول مصر هناك ملقواش حاجة خالص يعني إيه رجوة تل أبو هريرة فقالوا له يعني أنت تتحكى لنا فقال لهم أبدا والله قال لهم لا أكيد بتستهزم قال لهم أبدا والله أما وجدتم شيئا قال لهم وجدنا حلقة وواحد قاعد بيعلم الناس بعض أحاديث النبع السلام قال لهم هذا ميراث الأنبياء أما علمتم أن الأنبياء لم يورثوا درهاما ولا دنارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر نقول يا جماعة يعني ما ينفعش يكون في مسلم على وجه الأرض إلا وقلبه ده بيحترق بيحترق على حال الناس من حواليه سواء كانوا كفار أو كانوا من المسلمين العصاء نفسه أن ربنا يكرمه والكافر يسلم ونفسه أن ربنا يكرمه والعاصي يهتدي ويسير على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب موصيا أمته صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ولو وقف عندي كده خلاص احنا بره الموضوع يعني قال أنا ومن اتبعني فقال الإمام ابن القيم معلقا على هذه الآية فمن كان من أدباع النبي حقا فلابد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة دي أهم حاجة إنه مش أي واحد بقى أي كلمتين أحفظهم ولا هو عارف أصلا معنى الآية ولا أسباب المزوج ولا عارف الناسخ والمنسوق ولا عارف العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد ولا فهم أي حاجة من أصول الفقه ولا مصطلع حديث وفقق الكلمتين وحفظهم وطلع يقول وقد يكون هذا الكلام يعني عازم بلا يفهم خطأ بين الناس فيه يكون سبب في إضدار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدوره العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فقفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هي دي المشكلة عشان كده احنا نقول حتى في مجال الفتوى النهاردة أو الفتية إن مش أي حد يفتي يا جماعة يعني أنت النهاردة عشان تفتي أنت لابد أن تكون عندك الأدوات التي تستطيع أن تفتي بها يعني المسألة يعني ما هاش مجرد حفظ نصوص بل لابد كمان أيضا من فقه النفس فقه النفس اللي أنت تفاهم اللي قدامك ده شخصيته إيه وطبيعته إيه والواقع اللي حصلت بالنسبة له كان إيه ظروف المحيطة بها عشان تقدر تفتي هذه المسألة وإلا المسألة مش حفظ النصوص ده حلال ده حرام ده مكروه ده مستحب ده كذا لا الموضوع مش كده خالص ممرة فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في العلم والصواب والرشدة فيه كل ما نبلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ويسع السلام يقول بلغ عني ولو آيه ويدعو لك بل ويخبرك بهذه المنقبة العظيمة التي يعني لو ما قلناش غير الحديث ده كفاءة النارد يعني لو ما عرفت لو ما سمعتش مني غير الحديث ده كفاءة عليك النارد حديث ثابت عند التنمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوط في البحر ليصلون على معلم الناس الخير يا الله الله عز وجل وكفى والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها طب إيه اللي دخل النملة أيهما أصل العالم دوت بيعلم الناس كيف يتعاملون مع كل شيء في الكون كيف أن مثلا على سبيل المثال يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع أشياء عن النمل والنحل والهدهد والسرد مثلا هل النهي عن القتل هنا على سبيل القتل بس لا على سبيل العبث نملة أرصتك فرقتها ماتت لا تؤاخذ إنما ما تطلعش مخصوص من بيتك واخد معاك الرشرش وداخل تقتل مجموعة نملة ساكلين في الشارع لجنبك يعني داع الرشل العبث اخي بله تقتل نحلة أرصتك ماشي إنما ما تروحش خليت نحلة تفرر فيها رشاش اخي بله فنهى عن قتلهم على سبيل العبث من اللي علم الكلام ده للناس النبي صلى الله عليه وسلم طب ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء فحفاظا على حياة تلك الكائنات الكائنات دي تعلم إن الراجل بقى هو اللي بلغ الناس ديت هذا الكلام فيدعون لك أنك كنت سببا في حفظ حياتهم شوف تخيل بقى شيء عيب جدا يعني إن الله وملائكتهم طب وملائكة المولى عز جل قد ايه أنا يعني مش أقدر أقول لك عددهم يعني حاجة لا تقتل على الخالب بشر لكن خد حديثين يوضحوا لك المسألة شوية حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور حلونا قبل كده لو قبلة أهل السماء السبعة وقال بعض أهل العلم في كل سماء بيته معمور لكن يعني لا دليل أطفف عليه فهذه مسألة لكن ورد عن ابن عباس أن البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السبعة قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم منه الكلام ده من إمتى منذ خلق الملائكة الكلام ده إمتى يعني قبل خلق آدم الملاكة كانت مغودة قبل ادم عليه السلام يعني قبل خلق ادم الى قيام الساعة كل يوم يدخل البيت المعمول 70 الف ملك من ملاكة السماء السجع فلا يرجعون اليه الى قيام السجع ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل يوم 70 الف خرجوا خلاص كده تاني يوم 70 الف غيرهم خرجوا تلاث يوم 70 الف الى قيام السجع تقدر تعد عدد ملاكة السماء السبع بس طبعا حاجة ما تتعدش فما ظنك بسائر السموات في ملاكة دي كل دولة يصلون عليك يعني يدعون لك ويستغفرون لك طيب حديث تاني روضة الميدي بسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطة السماء يعني أنت وعانت وحق لها أنطأت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع تقدر تعد عدد الملكة حاجة لا تعد يا جماعة ورغم ذلك كل هؤلاء يدعون لك ويستغفرون لك إن الله ملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرية وحتى الحطف البحر لا يصلون على معلم الناس الخير لأوش كده بس وحبيبك سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم يدعو لك بنظارة الوجه يا من تدعو إلى الله العمال بحفزك عشان تقول لا ده أنا من النهاردة أنا داعية طب بس أنا ما عنديش علم يا سيدي بلغوا عني ولا قاية تعلم بس آية وتعلم تفصلها وأسباب النزول بتاعتها إذا كان فيها أسباب نزول وتعلم فقها هذه الآية وروح بلغ الناس بلغ الناس بحديث بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن أنت تبلغ في حدودي ما تعلم وإوعى تفتي أوعى تقول أصلا لا أصلا أنا مرتاح بأرض وعيب أنهم يسألوني وقولهم معرفش فأنا أي حاجة أقول أي حاجة خلاص فهمزا لا أوعى أوعى تدخل نفس المسألة فإنما أنت إذا أفتيت فإنما توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك والكذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري يعني مراهبا أي إنسان في الدنيا تجر على هذه المرتبة يقول ومن تذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليك كما عند ابن ماجه بسند صحي يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامعها يا الله يبقى أنت لما تسمع أي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم روح بلغ بلغ وعرف الناس سمع الناس كلام ربنا وسمع الناس كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وخب بالك بقى من حاجة لن تعدم الأجر طول من أنت شغل في الدعوة الله أكبر عدات حسناتك شغل له نهار قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا إيه بل أجر شغل على طول طول من أنت إيه طول من أنت بتدعو إلى الله وثواب من اهتدى على يديك كله في ميزان حسناتك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخار يا مسلم والله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك إيه من حمر النعم والثواب لا ينقطع حتى بعد موتك يعني حياة الداعية حياة بعد حياة عالم وجه الدنيا دي ويتعلم والحمد لله أخرى صنية لله سبحانه وتعالى ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة خبالك بقى صنف كتب عمل دروس سجل في الفضيات عمل أي حاجة فوصل العلم إلى الناس ومات هذا الرجل وظل العلم باقيا بين الناس يفضل عداد الحسنات شغاله هو في قبره قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من بينها أو علم ينتفع به يا الله يبقى الرجل نايم في قبره والحسنات شغاله وهو ميت يعني كأن العالم يعيشه مئة مرة ألف مرة على حسب وصول الدعوة إلا هؤلنا إلى أهلاء الناس الذين ينتفعون بدعوة هذا العالم تعالوا في عجالة سريعة نشوف إيه هي صفات الدعاية الناجح صفات الدعاية الناجح حقيقة صفات كتيرة جدا جدا وورد منها بعضها في صورة يوسف وورد بعضها في صورة تانية كتيرة جدا لكن أنا هكتفي بس بذكر بعض الصفات الأربع صفات أو خمس صفات في عجالة سريعة كده عشان لا نطيل على حضراتكم أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى تخلص لله ربنا يا كلمك وينجح دعوتك إن تصدق الله هيصدق كان الحسن البصري رحمه الله رحمه الله رحمه الله سعه شوف إخلاص نية العالم ربنا بيصلوا بها كل خير في يوم الأيام كان ليه جار ما يصليش فحب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فقال الآن نازل في الشرع بيتمشى فرح نازل وراء على طول سلام عليكم وعليكم سلام عليكم وصلاح فرقاته قال إني أرعى على وجهك نورا ألا تأذن لي أن أسيره معك خبالك واحد يعني إيه لما تبجح نفسه فيحبك فيبتدي يسمع منك فقال ألا تأذن لي أن أسيره معك قال لك فضل هو ماش عمل بيكلمه بقى ما مكنش عن بقى أنه ما يصليش وكده 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 كله لا أعمال بيكلمه عن الجنة والنار ونعم ربنا سبحانه وتعالى ولذة الهكوم بين دين الله أعمال يكلمه عن حاجات كده لوحانات جميلة فمرت جنازة فلما مرت جنازة نظر الحسن البصري إلى الجنازة واستثمر بقى مرورها بأنه يذكروا بالله قال يا هذا يقول لي رجل معه بقى أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع إيه رأيك لو أن ربنا أحيا الميت ده دلوقتي حانا هيعمل إيه قال ماذا سيصنع سيكون من أكثر الناس صلاة وصياما وصلاة للرحم وبر للوالدين وطلبا للعلم ودعوة إلى الله وكذا وكذا قال له خلاص يعني فطرتك سليم وانت لبتشهد بالكلام ده فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه تعالى ودي فطنة الداعية لو بيقولوا يعلم من أين تؤكل الكتف تعالي شوف صفات دعية الناجح بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بعدها على طول ربنا ليه قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر واحد يقول لي إيه علاقة بقى الإبل والسماء والجبال والأرض بالدعوة أقول لك اسمع بس كأن المولى عز جل يقول لك إذا أردت أن تكون داعية ناجحا فلا بد أن تتسم بأربع صفات اللي هي إيه صبر الإبل سموه السماء ثبات الجبال ذلة الأرض لمن يمشي عليها إزاي صبر الإبل صبر عليه صبر على طلب العلم هو طلب العلم يا جماعة بالسهل إنت عشان ناردة تبقى رجل داعية يعني محترم وعندك من العلم ما تستطيع من خلال أن توصل العلم صحيحا صافيا نقيا للناس تحتاج تطلب العلم على الأقل عشر سنوات متتابعة ليل والنهار صهر وتعب ومشقة وصفر ومرواحهم جي وشراء مجلدات ومراجع تعدي بآلاف آلاف الجنيهات وخبالك يعني داعية عشان يبقى داعية دا بيتكلف دا مش بقى داعيب الكرة اللي بتصرف عليه خمسين ستين مليون عشان يبقى نعيب علامي لا داعية ممكن يكلف كتير جدا عشان يبقى داعية وزالة فقد الداعية أو فقد العالم الأرض دي مصيبة للأمة قبلك يبقى صبر على طلب العلم وصبر على الدعوة إلى الله وصبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله يبقى صبر الإبل تاني حاجة سمور سماء أن أنت تدعو ولا تنتظر مقابلا لدعوتك لا تنتظر مقابل شهرة ولا ثناء ولا دنيا ولا مال ولا أي شيء إنما أنت تدعو لله سبحانه وتعالى ثالث حاجة ثبات الجبال طريق الدعوة مفروش بالأشواك عمره ما كان مفروش بالأورود واسأل أي داعية كيف يعاني كيف أنه يعني ممكن يحصل له مقازك ومشاكل كتير جدا جدا من وراء دعوته لكن يثبت من أجل الله سبحانه وتعالى ثبات الجبال رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها عمرك شفت حد ماشى على الأرض فالأرض تقول له سمحت حط شغلك عليها ما بيحصلش فهمت زي فيا يا الذين أمانوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بالقوام يحبهم ويحبون أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يبع عندك ذل لإخوانك ذل يعني تواضع تواضع لإخوانك المؤمنين وقف الجناحك لما يتبعك من المؤمنين إن أنت لما تدعو الناس ما تدعوش بقى بكبر ما تدعوش أنا العالم وأنتم الجهلة أو أنا المطيع وأنتم رعصاء أو أنا الإنسان الفاضل وأنتم مفضولين وأنا كذا لا 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 تدعو الناس بطواضع جم وأدب وحياء وحب وألفة ومودة ويعني هو ده الدعية هو ده الدعية الدعية كالنخلة يلقون إليه بالحجارة فيلقوا إليهم بالطمر ويكونوا مطواضعا لينا لإخوانه المؤمنين حتى تبعلك فإذا اتصفت بالأربع صفات الجمال دولت صبر الإبل سمو سماء ثبات الجبال ذلة الأرض لمن يمشي عليها أنت دعية ناجح يلا ادعو إلى الله عشان كده جابها بعدها بإيه بفاء التعقيب والسرعة فذكر إنما أنت مذكر بس خب بالك بقى من حتة واحذر منها لست عليهم بمصيدر ادعو الناس وهو هتقول لواحد أنت ما تصاليش لي فهيقول لك بمزاج خلاص ما تصاليش بلاحظك بس هتخش نار جهن وهتوقع ربنا هولع فيك ويحصل فيك لا 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 الموضوع مش كده خالص ذكر الناس وإن عليك إلا البلاغ كما قال جل وعلي الحبيب صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي ما يشاء أنت ما عليك إلا أن تبلغ كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الناس اهتدوا أو لم يهتدوا أنت مش بتاعتك ديت إنما أنت مأمور في كل الأحوال اهتدى الإنسان اللي دعيته ما اهتداش كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه تعالى تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة وشوف بقى صبري بقى الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من ورثة الأنبياء في الدعوة لله سيدنا نوح جماعا قاعد يدعى قموة دين 950 سنة لما بنقرأ الكلام ده يعني الواحد دماغه والله بتلف 950 سنة ياه عشان كده يعني بيضرب بي المثل في الصبر على الدعوة 950 سنة كم واحد أسلم معه كم واحد آمن به يعني في بعض ريات قاله 13 وفي أقصى ريات قاله 80 80 واحد في 950 سنة يا الله تخيل شوف صبر سيدنا نوح سيدنا يوسف عليه السلام يدعو من داخل السجن يدخل السجن ويجي له اتنين من الناس يوم مسجلين الخطر يعني الناس مجرمين يعني وكل واحملهم شاف رؤية قال نبقنا بتأويله إننا نرك من المحسنين على طول في ساعتها بدأ يدعوهم إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى أرباب متفرقون خير أمن الله الوحيد القهار فدأوا بدأ يبث في قلوبهم نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى وبدأ يستثمر حاجة الناس إليه في نوع يعلمهم التوحيد ويخليهم يعبد الله عز وجل وده درس جميل جدا من التعلم من خلاله إن أي واحد صاحب منصب أو صاحب جاه أو إنسان في مكان معين كلما يكون الناس محكا جنلك استثمر احتياجهم ليك في أن أنت تاخد بيدهم إلى مرضات اللابة أنت دكتور مثلا جالك واحد مريض دخلك تتكلم مع أبي صبح حلو ومشاء الله أهلا وسهلا ربنا برفيك والف سلام عليك شفاك الله وعفاك وتتدي تتكلم معاه وممكن ترفض اللي تاخد منه كشف أو ترجع له كشف لو كان فخير يعني وخبالك وتتدي له بعض العينات العلاج اللي عندك وفي النهاية تقول له إن شاء الله يحب قابل حضرك في المسجد إن شاء الله بكرة عشان أطمئن على صحتك وخبالك يبقى ممكن يكون ببصليش من الكلمات الجميلة حجرا واحدا خيروا لك من حمر النعم وقصة يدنا يوسف الحياة بتذكرني بقصة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الواسعة لما في يوم الأيام هو كان طبعا بيتسجن كتير جدا في ضمشق وخبالك كل شوية العلماء اللي بيغيروا منه وبيحكدوا عليه كانوا يعني ده يشي به إلى السلطان فسلطان يموغضه سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي وكده وشف إيه فيكون الإمام ابن تيمية ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملكه أبائك وأشجادك وسوي عندي جناحة بعوضة إني منذ عقلته رشده وريده جنة عرضها سنوات الأرض فاتسجن كتير جدا هناك في ضمشق فقالك بس نخرج من هناك بقى ونروح أي حتة تانية فدخل بلد تانية من بلاد المسلمين فأول ما شافوه مين دوت ده الإمام ابن تيمية قالك ما شاء الله إمام المسلمين الله هو أكبر طيب ده راجل بقى يعني ضيف علينا وإكرام الضيف حبسه فرحوا مدخلوا برضو السجن فالمهم ما دخل السجن فأول ما دخل بقى اتسجن مع الجنائين برضو دخل لقى مجموعة كبيرة جدا من الجنائين قاعدين بقى اللي بلعب سيجا واللي بلعب طاولة واللي بلعب حلبسة واللي بلعب استغماء يعني يعني ايه بيهزروا جوا السجن ووحدش فيهم اللي بيصالوا لايه حاجة فهيعمل ايه؟ عايز يذكرهم بالله سبحانه وتعالى فبدأ يتكلم معهم يعني أنتم عبادة الله سبحانه وتعالى قاللوو إحنا بس من قبل وقت عشان السجن إيخلص قالهم ما السجن هيخلص والعمر هيخلص وهتندموا على العمر دوت فقدي يكلمهم والإمام كان ما شاء الله يعني ل máximo غير الزكّى على الله عن draftingه قدر عالىaled بالإخلاص كان حجة فعلا يعني وكلامه ما شاء الله له قبول في قروب الناس فالحمد الله استقام له السجن خلال يومين وبدأ الكل يصلي خلف الإمام ابن تيميا رحمده رحمه رحمة النساء وبدأ بعملهم كل يوم دروس بقى خمس دروس كل يوم درس بعد الفجر درس بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد الأشاء وتنوعة الدروس درس مثلا أحكام دلاوة أحكام تجويد ودرس تفسير ودرس مثلا أصول فقه ودرس مثلا في العقيدة وهكذا تمر الأيام ويجي بعض المسجونين يجي معادل إفراج بتاعهم فيجي الرجل السجان أين فلان ابن فلان يقول له أنا يقول له إفراج يقول له مش خارج بلك ليه هو مش عايز يسيب الإمام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من الحلقة دي اللي كانت موجودة جوه السجن يخرج جهابزة علماء الأمة الإسلامية على يد الإمام ابن التامية رحمه الله رحمة واسعة حبيبك صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين أكتر من تسعين كيلو من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى لا إله إلا الله ويئزوا النبع السلام ويشتموا النبع السلام ويضربوا بالحجارة وتسيلوا الدماء الشريفة من رجله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملك الجبال يمن ثبت ذلك في الحديث الذي قال البخاري ومسلم أن جبريل جاءهم فقال يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلإن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين أخشبان جبلان بين مكة والطائف يعني إيه بالجبل ده كده على ده وهم في النص يخلصه فقال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء وبالفعل ده اللي حصل خرج من ظهر أبي جهل أكرم بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وأمثلة كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يا دوب أسلم دلوقتي خب بالك بقى ولسه بقى لا تعلم بقى قرآن ولا تعلم حديث ولا أي حاجة كل ما في الأمن سمع بعض الآيات من نبع السلام مجرد ما أسلم أبو بكر خرج يدعو إلى الله عز وجل فأسلم على يديه ستة من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد وبعد أيام أسلم على يديه 24 واحد يعني أسلم على يديه في بداية الدعوة 30 مسلم ومسلمة كانوا في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه وكما كنا يقولنا على علوه وهمة الشباب عن مصعب بن عمير أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة وكان سبب طبعا في إسلام سعد بن معاذ اللي كان سبب في إسلام قبيل البنى عبدالقشر كلها وسبب في انتشار الإسلام في المدينة المنورة وكان سبب في اسلام قسيد بن حضير وعدد كبير جدا يعني كان مصعب كان اول سفيل الدعوة الى الله في المدينة المنورة اختم الدرس بكستين جمال من عصرنا الحاضر بقى كان رجل عنده تمانين سنة تقريبا ويكون لها في مسجد من مساجد وهو قايم بيكلم كلمة كده فقال السلام عليكم ورحمة الله اخوكم في الله فلان فلاني قبلوا من العمر تمن سنوات فالناس دي حكت فقالوا بتحقوا عليه قالوا بنتحقوا بتقول تمن سنوات حق كبير يعني قالوا فعلا انا عندي ثمانين سنة لكن انا التزمت وبدأت ادعو الى الله عز وجل من ثمان سنوات فقط فالاربع وسبعين سنة اللي عدوا دولت او الاثنين وسبعين سنة اللي عدوا دولت ده عمري لا اتشرف فيه ابدا اما العمر الذي يشرفني امام الله عز وجل هي الثمان سنوات اللي انا عشتها في طاعة الله وفي الدعوة الى الله فانا عمري الحقيقي ثمان سنوات قد يقول واحد بس انا ما عنديش علم وهدعو ازاي وممكن يكون واحد أمي لا يحسن الكتابة والقراءة هات دي قصة اختم بها الدرس النهاردة عشان تعرف أدي الإنسان لو أخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمه ويبارك في دعويته حتى لو كان إنسانا لا يعرف الكتابة ولا القراءة واحد رجل بسيط جدا لا يحسن الكتاب ولا القراءة في يوم من الأيام حضر درس لأحد المشايخ فسمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان والحديث في بخار المسلم كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قاله بس حل وأول اول حديث ده اللقضي لحفظه وأنا أدعو به إلى الله صلى الله عليه خرج من المسجد دخل على البقان يا ح ruining قاله أيها قال له كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان دخل على الجزار على المشاكمين قعد يدعو إلى الله عز جل فترة جبيرة جدا بهذا الحديث الراجل ده جاله مرض واستدعى المرض ان هو يعمل عملية جراحية الطبيب اللي هيعمله العملية الجراحية ديت كان لا يسجد لله عز وجل سجدة واحدة كان ما بيصليش فالمهم الراجل دخل الورف العمليات وخد بنج كلي والطبيب عمله عملية جراحية ديت واخد بالك وهو في البنج الكلي مرة واحدة راح قايم قال له يا دكتور الدكتور فكر ان هو عنده ألم مثلا بيشتكي منه فعايز حقنا يعني مسكنة فقال له يا دكتور قال له أجوى قال له كلمتان خفيفتان على اللسان فخيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم ثم مات الرجل فالدكتور قال كأن الله عز وجل ما ايقظه إلا من أجلي فتابت الدكتور ده إلى الله وعاد إلى الله وبدأ يصلي وطلب العلم واصبح الآن من أشهر الدعاء إلى الله فأسأل الله عز وجل أن يستخدمني وإياكم وأن يستعملني وأياكم في تعاعته وفي الدعوة إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاك